نروح لأفريقيا يعني إزاي شفت فوز الزمالك على فيوتشارينباريح تأثير ده برضو على البطولة الأفريقية بيكي أنا قلنا هنا أنا فاكر في نفس المكان إن الزمالك قدامه أسهل نسخة للكونفدرال الأفريقية السنة دي حصل حاجة لما تعامل الدول الأفريقي الكاف كرر إن يبقاش فيه حاجة اسمها الملحق جلنا بنيجي في دور 32 في دول الأبطال اللي بيخسروا في 32 بيروحوا لعابوا دور ملحق فيه الكونفدرالية فتلاقي فرق من دور الأبطال بتنتقل لكونفدرالية السنة دي ده تلغى مش أقول حظ الزمالك بس ولكن قلل المنافس بشكل كبير مفيش فرق تقيلة في البطولة إلا الزمالك ممكنه نهضة بركان وتحدي العاصمة الجزائري عشان نتكلم بكل موضوعية بيت الفرق بما فيها مودن فيوتشر لسه حديثة العهد البطولة الأفريقية لسه أول سنة أولى أفريقيا لكن الزمالك خبرات كبيرة جدا جدا وخذت بطولة قبل كده كمان حظ الزمالك إن القرعة في طريقه بعد التمامة من اتحاد العاصمة الجزائري ونطل بركان خلتهم في وش بعض ناحية تانية في السيمي فاينال لو تأهدوا هم من اتنين وبالتالي الزمالك سكيته مفتوحة لحد النهائي فأعتقد فرصة ذهبية للزمالك بدأها بخطوة صحيحة مبارح بفوز اتنين واحد وطبعا ده كماتش مودن فيوتشر معنى كده إن الزمالك لو فاز بقى نتيجة يوم الحد اللي جاي أو تعادل بقى نتيجة أو خسر واحد صفر هتأهل إلى دور قبل النهائي وغالبا هلعب فريق دريمز الغاني اللي مبارح فاز على استاد مالي في مالي اتنين واحد نفس نتيجة الزمالك نادي دريمز الغاني برضو عمل نتاج كويسة من دور المجموعات فهو الأقرب إنه قابل الزمالك في دور السيمي فاينال حتى اسمه مش مشهور من كي احنا غانا بقالها فترة كنا زمان نسمع عن عشان تكوتوكو وكده شفنا مدياما الغاني مع الاهلي فدور الأبطال ودورة بنسمع عن دريمز الغاني مع الزمالك فحتى لهم الفرادي ما عندهاش خبرات في أفريقيا كبيرة فأعتقد إن الزمالك سيكوتو سهلة جدا جدا للوصول للنهائي النحاة التانية اتحاد العاصمة خسر من ريفرز يوناتد الناجيري واحد صفر ولكنها نتيجة قادر لأنه يعوضها في الجزائر نهضة بركان المغربي اتعادل خارج أرضه مع بوسليم اللي بصفر صفر برضو نتيجة تقرب نهضة بركان فغالبا كده غالبا السيمي فانل نهضة بركان ممكن مع تحادل عاصمة واحتمال لليفرز يوناتد وغالبا الزمالك ودريمز أعتقد الزمالك طريق ومفتوح لحد النهائي إن شاء الله إيه اللي ممكن يبقى معوقات تقف في وص الطريق للزمالك؟ لا ما أعتقدش فيه معوقات الموضوع الفوز بيجي فوز خليك الفترة اللي فاتت توقف دولي جيه في مصلحة نهضة الزمالك لأن الفرقة كان عندها 3 هزام متتالية و4 فطبعا الهزيمة بتخلي استقاط قل خسرت كاس مصر قدام النادي الأهل الغريم التقليدي خسرت في الدوري قدام الجونة وانت في الدوري المستوى بعيد جدا جدا وفرق النقاط كبير عن الفرقة الصدارة فبالتالي البطولة اللي في إيد الزمالك حالان هيكون فدرالية ليه لأ ما حافظش على حظوظه خاصة أنه هو بقى صعب أنه يوصل لأفريقيا من خلال المنافسة المحلية لو خد الكونفدرالية بيعنده فرص أنه يشارك كحامل اللقب فأعتقد دي نقطة إيجابية وتحفز اللعب من شكل أجبر أنهم يركزوا فيها يعني حتى لو حصل ضغط ماتشاط لا هيبقى الأفضلية أننا هفكر أكتر في الكونفدرالية لأنها بطولة في المتناول بشكل كبير يفصل لك بينك وبينها دلوقتي 5 ماتشاط مباراة العودة أمام فيوتشر ماتشين سيمي فاينال وماتشين فاينال وبمناسبة إن شاء الله زميك يوصل لك سيمي فاينال هيبقى الزهاب في القاهرة والعودة غالبا خارج القاهرة اللي هو غالبا يكون في غانا لكن في حال الوصول النهائي الزهاب خارج القاهرة ومباراة التتويج هتكون هنا في مصر فأعتقد دي حافز كبير جدا جدا وبالمناسبة إنه دي الأهل نفس كلام يعني مش بعيد إن ربنا كرم أهل والزميك يوصلوا فياينال يبقى ماتش التتويج كونفدرالية وماتش التتويج دور أبطال يكون هنا في مصر وطبعا دي مؤشر كبير عندنا بقى تنوع هل ممكن نفكر في أستاذ مصر في العسام الأدارية نشوف بقى أهل والزميك كمان غير المنتخب ربما هلنشوف أستاذ القاهرة ملينا على آخره زي ما تعودنا وأستاذ الرعب زي ما عم معروف في أفريقيا هيخلينا نحن بحاجة تانية إنه نحن نشوف ماتش السوبر أهل والزميك من جديد في أفريقيا من بعد ألف وتسعمائة وتسعين بين الفرقين الكبار أكبر فرقين في القار أفريقيا وإذا كان هناك نهاء قارن في دور الأبطال الأفريقيا من 3-4 سنين ربما يكون هناك نهاء السوبر قارن جديد من أهل والزميك أعتقد هتأكد مباراة كبيرة والاتحاد الأفريقي ده لو حصل هسوقها وهيكسب من وراء فوز كتير جدا جدا وربما تكون المباراة دوكم إحنا الأمور عندنا بقت الإمكانيات متاحة الاستاذ الكبير الرهيب بتاع العاصمة يعني أكيد حاجة جاذبة جدا فأعتقد هي الفكرة بحفزنا في شكل كبير الأهلي حققق نتيجة إيجابية أمام سينبا في تنزاني 1-0 الزمالك فاس بر معرابه عايزين نتكلم عن ده فوز الأهلي على سينبا التنزاني إزاي يكون مؤثر إزاي حظوظ القلع الحمراء في المنافسة على اللقب كيف ترى طيب الدورة أبطال الأفريقيا السنينية دي زي ما قلنا بطولة صعبة جدا الفرقة كلها عندها طموح أنها تفوز باللقب وكمان كلهم أو معظمهم عندهم خبرات في الدورة أبطال الأفريقيا قصنا الفرقة كبيرة رغم خروج فرقة زي الوداد المغربي وكات مفاجأة من عارة تقيل من دولة المجموعات كات مفاجأة كبيرة جدا جدا لكن أقول لكم حاجة طريفة قوي إن تلعبت أربع ماتشاط تسجل هدف واحد هو هدف الندي الأهلي كل ماتشاط صفر صفر سبع فرقة ما سجلتش الفريق الوحيد اللي سجل هدف هو الأهلي هدف أحمد دبيل كوكا في ماتش سينبا في تنزانيا الأهلي ما كانش أداءه عالي قوي ولكن وفقا لمعطيات والظروف اللي قبل المباراة الأهلي عمل مباراة كبيرة إن انت عندك غيابات كتير عندك لعبة المتخب جاي قبل 48 ساعة من اللقاء خلصوا ماتش مصر وكرواتيا طلوا على المطار حرفيا على الطيارة عشان تروح لتنزانيا تعمل مباراة قوية جدا جدا ومباراة بدنية صعبة وفي ظل الصيام وشهر رمضان والحمده لأن الماتش كان بعض الفطر كمان كان الموضوع بأصعب لو كان في وقت الصيام اللعيبة عملت عليها تقلق مصطفى الشوير بشكل واضح جدا جدا حاجة بسم الله إن شاء الله بصراحة قويس ها يعني حارس وعد جدا جدا سواء للأهلي أو حتى المتخم مصر للفترة اللي جاء إن شاء الله نتمنى استغلال الحكاية دي إنه ما شاء الله هو وصل للمستوى ووضح نوع أعلى من باية أقرانه في الفرقة المصرية التانية أو الأندية المصرية في الوقت اللي احنا شايفينه دلوقتي فالنادي الأهلي عطع شوت كبير فاز واحد سفر يفوز بأي نتيجة يتعادل بأي نتيجة ده في صلح إن شاء الله في ماتش العودة إن هو يحسم تأهله لدور قبل النهائي الناحة التانية قدامه مازمبي الكونغولي اتعادل على أرضه ودي كانت مفاجأة إن هو هتعادل مع بيته راتيتكو الأنجولي مفاجأة من عادة إيه للمازمبي فرقة تقيلة وصعبة ورخمة على أرضها ملعبها صعبة في الموباتشي ملعب صعبة جداً ولكن الأهل إن شاء الله ربنا الكرم ووصل ومازمبي كمان خارج من طريقه وجاله بيترو راتيتكو الأنجولي فرقة أنجولي حنعرف نعب معها لأنه بلعبه كورة مش بلعبه بقى اللي هو النظام الخشونة ولا تضيع وقت وبيترو راتيتكو خبراته ومس زي مازمبي فربما يكون منافس نوع ما في المتناول عن مازمبي بشكل ما؟ الأهل إن شاء الله انتأهل ماتش الزهاب هيبقى بره في السمي فاينال والعودة في القاهرة ربنا كرم ووصل النهائي بإذن الله بورده الزهاب بره وزي ما قلنا من شوية ماتش العودة والتكويج يكون في القاهرة نتمنى نشوف الأهل والزمالك في نهائي در أبطالكم في درولية وقتها نحلم بقى زي ما قلنا من شوية يبقى فيه صبر أفريقي من جديد بين الأهل والزمالك